اليوم نقرأ في صحيفة التربون مقالة لون تركيا ترفع نسبة الفيدة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما البنك المركزي تركيا رفعل برحلة خميس معدل الفيدة الرئيسي لتنتغي لأعلى مستوياته من عشرين عام بعد تحول مفاجأة في سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الفيدة تزادت من خمسة عشرين إلى ثلاثين بالمئة وعد البنك المركزي باتخاذ إجراءات أكثر تقشف في المستقبل الصحيفة ذكرت أن القرار جاي بعد ارتفاع كبير في نسبة التضخم لأسباب منها زيادة الضرائب لتسديد نفقات وعود حملة إعادة انتخاب أردوغان وقالت أن التضخم بشابقة قريب من الحد الأعلى للتوقعات بعد موصل للنسبة 60% في أوت اللي تعادى وفي متابعة لأخر الأحديث في تونس صحيفة نيوز دي تكتب توقيف الرسم التونسي توفيق عمران وقلق حول حرية التعبير في تونس الكاريكاتوريست توفيق عمران كانت توقف احتياطين البراحة الخميسة على ذمة التحقيق بتهمة الإيساء للغير بعد نشره لرسمين ينتقد فيهم رئيس الحكومة أحمد الحاشيني المحامي العيشي الهمامي صرح أن الإيقاف جاء مع الخمسة متاع العشاية في منزل الرسم الموجود في الظاحية الجنوبية من العاصمة وأن توفيق خضاء لثلاثة ساعات من التحقيق وقررت النيابة العمومية توقف احتياطيا على إثر الاستجواء والليوم الصباح واسيم اسمعنا اللي هو تم تلاقو اليوم معه مصعتين الحرية للموقفين الكل كانت هذي الغريم تاعنا اليوم نتلاقى في الغريم تاع نهار الثنين شكرا لك ترجمة نانسي قنقر